مرحبا أنا زياد أبي شاكر حابب أحكي عن كم شغلة بأول فيديو من بعد الانتخابات للصراحة كانت هالحملة تجربة كتير فريدة من نوع على إلي مثل ما بتعرفوا قررت ما أشتري أي وقت على محطات تليفزيون لأنه كانوا عم بيطلبوا مبالغ ما بيتصورها على إلي كمان قررت أنه ما أعلق صور شخصية لإلي بأي نقطة من المدينة اللايحة يلي كنت فيها حطت خمسة أو ستة بيلبورت بس لصورة كل المرشحين على اللايحة فكان التواصل بس على الواتس أب أو اليوتيوب أو فيسبوك وإنستا وبالرغم أن الحملة بلشت بنص أدار تقريبا قدرنا بشهرين بس نوصل صوتنا ببودكاست سميناه ممكن لألاف المجاهدين وأخدنا وقتنا وحكينا بكتير ملفات وقضايا كنت حابي بفرج الناس أنه ممكن ينوجد لحل نتيجة هالمجهود هو أنه 3142 ناخب وناخبة تفاعلوا مع هالطرح وعطيون سيقتهم ومن بين 39 مرشح بديرة بيروت الأولى حليت بالمرتبة السادسة بكمية الأصوات بس مثل ما بتعرفوا ما نجحت أخد معه في كتير منكن زعلوا وكتير بعتولي ميسجز غضبانين على الأنون بدي طمنكن كلكم أنه أنا ما زعلت ولا شوي وكنت كتير متفاجأ من النتيجة ومبسوط وبيدي أشكركم على السئة والدعم وقالكم أنه ما خلصت الدني لحدا مثلي هيدا كان بروجيكت مثل كل البروجيكت يلي بعمله وليلي بيعرفوني شخصيا بيعرفوا أنه أنا ما بتراجع بسهولي هالنتيجة كتير مشجعة لأنه جابت أصوات أكتر من نواب صارلون سنين بالبرلمان شكر كتير كبير لكل ناخبين بيروت الأولى بالاختراب وخصوصة بدوباي وبريز ولندن وموريال بدي تعرفوا أنه لما كانوا عم يفرزوا الأصوات بالعدلية ليلة الأحد التنين كانت أصواتكم عم تعمل فرق كبير بالنتيجة لدرجة أنه القضاط بليجان القيد كانوا عم يسألوا مندوبي الأحزاب مين هيدا زياد أبي شاكر يجيب كل هالأصوات شكرا من القلب ولكل ناخبين بيروت الأولى المكيمين لكم فضل كبير وبعدكم أنه رح تضل بيروت مركز مشاريع البيئية والصناعية وأنه شو ما يصير ما رح أترك هالمدينة يلي بعبادها ورح ضل اهتم واشتغلها مثل ما كنت أعمل قبل الانتخاب في كتير منكم قالوا لي لازم تعمل وزير بيئة بشكركم بس هيدا مش وظيفة واحد بيقدم عليها إذا ما كان في حكومة بتشبه الناس ورح فعلا تشتغل تتخفف معاناتهم وما فيها رموز فساد أنا مش هاوي مناصب وألقاب ومتل ما قلت قبل نحنا قادمين على أزمة نفيات عويصة أكتر من 2015 وأكيد رح أعمل المستحيل تما نخلص بالي تكلنا أخيرا بحب ألكن أنه بودكاست ممكن رح يكمل وعننا كتير بعد ملفات بدنا نحكي فيها ورح نستضيف ناس حلوين يلي الإعلام ما بيعرف فيهم ولا عنده تقدير لشغلهم ورح نحط هالحلول قدامنا كلنا ونبلش نشتغل عليها وبالآخر وكمان مرة 3142 شكر لكل مين ما نحن هالشرف بتمثيله وإلى اللقاء قريبا جدا